بتشوف ازاي بتقرأ ازاي اللي بيحصل في غزة وبيحصل في اسرائيل وبيحصل حوالينا بتشوفه ازاي اجيب لك الصفحة الاخيرة الموضوع غزة ده يتحل ازاي عشان ما عطش نتكلم كتير يعني ما حنيجي نقول بقى اصل اسرائيل غلطانة واصل مش عارف الموضوع ده مش هيتحل إلا لو كلنا اتحبنا بس نحن كلنا نتحد الوطن العربي كله يتحد بس لانت يشوف اليمن اللي واحدهم مجلباه حصيين مغلبين ايه طبعا لا وحماسهم بقى هم هو تسع شهور وحماس مهو حماس بس تفعلي بقى لو احنا كلنا اجتمعنا ما من اجتمعش بيه تعتقد ليه ما من اجتمعش ليه مش هارفينا اتحد ما جايش القواني مك حتى لو يعني لو احنا كمصر عايزين نتحد ممكن تلاقي بلد تانية مش عايزة تتحد او ممكن بلدين تانية عايزين يتحدوا حيجي وقت من الاوقات غزبنا عندنا كلنا هنتحد انت عايش فين دلوقتي في الامر انا بقى بين مصر ودبي بقى بين مصر والدبي مين اكتر بتعود في دبي ولا في مصر حسب خلي بالك حسب يعني ساعة تلقيني قاعد في مصر فترة وساعة تلقيني قاعد في دبي بالسنة بتتبسط فين اكتر في الاتنين بس بتبسط طبعا في مصر بس بتبسط في الاتنين انا بحب دبي انا بحب دبي لان انا متربي في دبي برا اه وانت صغير اه مع والدي مع والدك ووالدتك كانت فين والدتي كانت في مصر لانه يعني والدتي بتبقى تعبانة شوية فبتضطر هنا بتكون في مصر والدك ووالدتك كانوا مع بعض ولا كانوا منفصلين كانوا منفصلين كانوا منفصلين وانت كنت قاعد مع والدك لا انا مابين اتنين وعلاقتهم في غاية من الاحترام والادب والجمال واللجازة وعندك إخوات يا شادي؟ عندي إخوات عندك إخوات إيه؟ إحنا خمسة خمسة؟ آه ماشاء الله أولاد ولا بنات ولا إيه؟ أولاد و بنات أنا كبير إنت أكبر واحد آه وإنت خمسة ماشاء الله آه وبعدين بعد الخمسة باباك وممتك انفصلوا بعد الخمس أرفان؟ دي قصة طويلة بقى ده مسلسلة لالي الحلمية يا أميرة ها قولي حكيلي يا أميرة عايزة إيه؟ عايزة إحنا عاملين نتكلم في حاجات شخصية خمسة إخواتك شقاة ولا كده وكده أثر عليك ده بس خالص بقى مأثرش علي باتاتا ولا عمرنا حسنة بالنقطة دي خالص كلنا مع بعض وكلنا تحكي لي عن موقف حصلك وأنت صغير مش قادر تنسى لحد دلوقتي مأثر فيك ولا إيه حاجة حاجة؟ بيش أي حاجة خالص؟ مأني ما فيلش ده مأ موقف أكيد يعني بس عادة افتكر ليه يعني موقف أثر فيك؟ مش عايزة افتكر ليه؟ يعني مش عايزة عادة افتكر وعادة اشغل دماغي افتكر ليه يعني؟ مفيش ولا أي موقف أثر فيك خالص وأنت صغير؟ والله ما هتعرفي تخدي مني كله ليه أنا وانا بتحداك اعمليلي طيبة بقى أنا بتحداك أنا بتكلم معاك عادي أكيد أكيد طبعا كلنا يعني أنت ما حصلكش موقف أنت ما واقف طب لا يعني أنت لو فاكرة مثلا أن موضوع انفصال ببايا ما انت أثر فيه يعني بص أنا الحمد لله رب العالمين ربنا الحمد لله فضلا عندي ربنا يعني نجيني حتا كده معينة إن أنا بعرف لو حاجة هتأثر علي أنا بعرف أتخطها موسيقى